ينضم إلينا من الصبول الدكتور أحمد رمضان عضو الاثلاف الوطني السوري دكتور أحمد أهلا بك معنا إلى هذه النشرة نتحدث عن الاجتماع المتوقع أن يؤقد في جينيف الاستئناف المحادثات ما المأمول من هذا الاجتماع؟ يعني هناك محاولة لوضع التفاهمات التي جرت مؤخرا بين الطرفين الروسي والأمريكي على المحك خاصة فيما يتعلق بوقف القصف والعودة إلى العملية التفاوضية والضغط أيضا على النظام من أجل الالتزام بمنصة عليه جينيف ومقتضيات أيضا القرارات الدولية ليس هناك أمل كبير لدى كافة الأطراف بما فيها الطرف الأمريكي من أن النظام سيلتزم وأن الجانب الإيراني الذي يقوم بالعمليات الميدانية عبر الحرس الثوري الإيراني أيضا سوف يلتزم وليس هناك أمل بأن الجانب الروسي نفسه الذي أعطى الالتزامات في اجتماعات موسكو وغيرها سوف أيضا يلتزم بوقف القصف الذي يقوم به وشاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية واليوم أيضا استمرار هذا القصف مما أدى إلى وقف وإلغاء صلاة الجمعة في محافظتي حلب وإدلب نتيجة القصف المتواصل بالطيران الروسي وطيران النظام لذلك أعتقد أن الأمور هي قيد الاختبار وهناك رغبة بالانتظار لرؤية هذا الاجتماع عن ماذا سيسفر ومدى التزام الأطراف بمقتضيات هذا الاجتماع أنت غير آمل في حضوض لنجاح هذه المفاوضات دكتور إذا كان كذلك دكتور حقيقة ليس لدي تفاؤل بأن الأمور ستجري نعم ليس لدي تفاؤل كبير لأن هناك التزامات أعطيت في فيينا وعطيت في ميونيخ وعطيت في جينيب وعطيت في باريس وعطيت في واشنطن وفي موسكو أيضا وكلها أيضا لم يتم الالتزام بها وهناك قرارات دولية كما نعلم أحدها القرار 218 والقرار 2254 وبينهما سلسلة طويلة من القرارات المختصة بالعملية السياسية والمختصة أيضا بالجانب الإغاثي والإنساني وجميعها للأسف جرى نقضها وعدم الالتزام بها من مختلف الأطراف الدولية وأيضا من قبل النظام ومن قبل الإيران الإيران الغازية الآن للدولة السورية والشعب السوري طب هل ممكن معارضة أن تتقدم بأي ضمانات لمحاولة إنجاح هذه المفاوضات ربما حتى يلتزم فيها الطرف الآخر طبعا نحن تحدثنا مطولا سواء مع الجانب الأممي أو مع الطرفين الأمريكي والروسي أيضا بأننا ملتزمون تماما بالحل السياسي بالعملية السياسية ببنوت جينيب بقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بفك الحصار عن جميع المحاصرين بكافة الأراضي السورية بأن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين وبالتالي لدينا الضمانات العملية التي نلتزم بها باستمرار وأعتقد أن هذا الموضوع أصبح مشهودا له من كل الأطراف الدولية المعنية بالقضية السورية المشكلة تحديدا أن الطرف الآخر ممثلا بالنظام وبحلفائه الروس والإيرانيين هم الذين ينتهكون هذه القرارات وينتهكون الالتزامات وليست لديهم رغبة بالحل السياسي وليست لديهم رغبة بالمضي قدما بالعملية التفاوضية هذه هي المشكلة تحديدا نعم أشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني السوري شكرا جزيلا لك كنت معنا من اسطنبول